وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر تنفيذاً لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت للحكومة أنه ستتم مخاطبة مسؤولي الحوار الوطني والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم حتى يتسنى تلقي جميع الردود والملاحظات من هذه الجهات تمهيداً لفتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة هذا ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات في المجالات المختلفة إلى جانب الاستثمارات الحالية داعياً شركات إلى عرض خططها للعمل في مصر جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي 15 شركة كورية جنوبية تعمل في السوق المصرية في قطاعات مختلفة حيث وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة القادمة والعمل كذلك على تذليل أي عقبات قطوى جوادي الشركات كما أشار مدبولي إلى وجود شراكة استراتيجية بين الجانب المصري سواء في القطاع الخاص أو الحكومي ونظيره في كوريا الجنوبية ويظهر هذا جلياً في العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات والصناعات المغذية التي تنفذها شركات الكورية العاملة في مصر وقع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة للخارجية البريطانية تيم برايد مذاكرة التفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين وفقاً للمذاكرة ستقوم هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية بتقديم الدعم التمويلي لعدد من المشاريع بالتنصيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ما يساهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تضفق الاستثمارات وتعميق التعاون التجاري بين البلدين في سوق المال أنهت البورسة المصرية تعاملاتها في نهاية جلسات الاسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه ربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.769 تريليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بما نسبته 3.34 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 26.113 نقطة كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.23 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 5.796 نقطة هذا وقت صعب مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.52 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 8.321 نقطة في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعملات في ظل توقعات بزيادة الولايات المتحدة الأمريكية من احتياطيها الاستراتيجي من الذهب الأسود مع احتمالات تراجع الأسعار نتيجة لدورة التجديد النقدي زادت أسعار العقود الأجلة لخام برينت تسليم يوليو بما نسبته 61 من 100 بالمئة ليصل إلى 83 دولار و95 سنة للبرميل كما ارتفع خام وغرب تيكسس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 58 من 100 بالمئة ليحقق 79 دولار و46 سنة للبرميل كذلك صعدت أسعار المزودة عالميا بنسبة 2 من 10 بالمئة لتصل إلى 2.76 دولار للتر زادت أسعار الغاز الطبيعية بنسبة 1 و2 من 10 بالمئة لتسجل ما قيمته 2.17 من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم قرد قيمته 45 مليون يورو لمشروع الطاقة الحرارية الأرضية في ولاية بافاريا الألمانية وذلك لتوفير التدفئة والكهرباء في خطوة ترمي إلى الاستفادة من ديوب المياه الساخنة أو البخار في ولاية بافاريا الألمانية رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعتها لنمو الاقتصاد العالمي للعامين 2014-2025 توقعت أن ينمو الاقتصاد الأمريكي العام القادم بنسبة 81 من 10 بالمئة أما الاقتصاد الصيني فسينمو بنسبة 4 و5 من 10 بالمئة كذلك المنظمة توقعت في تقرير شهر مايو الجاري نمو الاقتصاد العالمي بـ 31 من 10 بالمئة في 2024 بارتفاع عن تقديرها الصادر في فبراير الماضي والبالغ 92 من 10 بالمئة كذلك رفعت المنظمة من توقعاتيها للعام القادم 2025 إلى 32 من 10 بالمئة من 3 بالمئة ورفعت من توقعاتيها للنمو الاقتصاد الأمريكي بـ 2.6 من 10 بالمئة على أن يتبطى النمو اللي يصل إلى 81 من 10 بالمئة في العام القادم اشتركوا في القناة